السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النوتيلة طبعا كلنا كبار واطفال بنحبها واول ما نحاس اللي احنا نأكل حاجة حلوة ومسكرة بنفكر في النوتيلة لان طعم الشوكولاتة بيغير المود والمزاج والنفسية خالص فالنوتيلة هنا تعتبر ضايت ضايت يعني من الاخر كده مش هتلاقوا وصفة يعني سهلة ومكونات لا فيها زيت ولا زبدة انا اضطرية اضب بس معلقتين زيت عشان بس الخلاط مساعدنيش غير كده لو عندك مطحنة كويسة جدا مش تحتاج تضيف ولا نقطة زيت ولا زبدة ولا اي حاجة واتبقى احلى نوتيلة لان اهم حاجة في النوتيلة طعم الشوكولاتة والبندق والسمك بتاعها والنعومة بتاعتها يكون واحد غير كده مش لازم مادة دهنية او زيوت فلا اول مرة تدخل قناة طعم تاني اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان لقلتلكوا في مجفاجآت كتيرة خالص مستنياك وطبعا كل الاكلات اللي انتوا تحبوها هعملها لكم البندق عندنا والشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده ممكن كوباية بندق وكوباية شوكولاتة بنبشرها لو انتوا عايزين ما تبشروشوا شوكولاتة لازم تعملوها حمام بخار اما لو حابين لها تكون سهلة معاكم في الدرب وكده في الخلاط فبشروها كده عشان تكون نعم الاول هناخد البندق على نار متوسطة ونحمصه لازم التحميصة ديات عشان يكون سهل معانا واحنا بنتحنوا كده بقى في المطحنة او في الخلاط بياخد بينشف وبتطلعوا منه الرطوبة ويبقى طعم محمص بجميل بعد ما بيبرد بقى ناخدوا بقى على الخلاط ونتحنوا بقى كده كويس انا كنت حابة لانا ما ضيفش زيت خالص فعشان كده يعني المرحلة الاولانية عملت البندق خالص من غير زيت وفضلت احاول لانا اطحانه لما ينعم وبقيت افتح الخلاط وازبط الجوانب كده وسويها عشان يطحن كويس بس بعد كده لما ضفت الشوكولاتة ولقيت السمك خشن برضو فاحتاج زيت فانتوا في الخطوة الاولانية كده لو خلاط او حاجة مش مساعداتك وتطحن كويس ضيفوا بس معلقة الزيت للاول كده معلقة واحدة واجربوا لو معلقة واحدة في الاول بعدين لما تضيفوا الشوكولاتة لقيتوا لس السمك خشن ضيفوا كمان معلقة بس زيت كمان عشان يعني يساعدكم اللي هو يطحن كويس بس غير كده بقول لكم لو عندكم مطحنة كويسة مش هتحتاجوا خالص تضيفوا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة وهتكون نوتلا ضيت زي ما انتم شايفين كده بعد ما ضفت الشوكولاتة لقيت برضو السمك يعني مش مساعد الخلاط مش مساعد له يطحن كويس فاضفت كده معلقتين زيت بس زيت درة او اي زيت يعني خفيف عندكم ورجعت اطحنه تاني هتلاقوا دلوقتي يعني بقى فيه سهولة خالص وامتزج هتستمروا بقى كده يعني تشغلوا الخلاط وتوقفوه يعني تريحوا الخلاط واحدة واحدة وتشغلوه تاني لحد ما توصلوا للنعومة اللي احنا عايزين وبعد كده بنضيف بقى مكاولات احنا هنا بنضيف معلقتين كاكاو خام ومعلقتين سكر بودرة لازم يكون سكر بودرة ما ينفعش سكر عادي وكاكاو الخام لو هتضيفوا كاكاو خام ما تقطروش يعني معلقتين بس كاكاو لان بيبقى فيه درجة تركيز اكتر وسنة مرارة فمعلقتين بس خام اما لو خام او كاكاو عادي محلق ممكن تضيفوا تلات معالق اواربع معالق كاكاو اه زي ما انتم شايفين كده بنستمر كده في زي ما قلتلكوا الكاكاو الخام بيبقى فيه سنة مرارة عشان كده انا ضفت كمان معلقة سكر بودرة فكده احنا ضفنا تلات معالق سكر بودرة ومعلقتين كاكاو خام وطبعا البندق والشوكولاتة المبشورة ومعلقتين الزيت ممكن تستغنوا عن معلقتين الزيت لو الخلاط اللي عندكم ساعدكم انه يتحنوا كويس اه بنزود بقى كمية ازاي بقى دي الفكرة بقى والحلاوة كلها كبية لبن هناخد من كبية اللبن تلات تربع كبية اللبن مع معلقة ونص نشا وعلى النار لحد ما يتقل خالص القوام وهنشتغل بقى نكمل خطوات الناتلا اه كبية اللبن اللي هو التلت بقى لسه اللي فاضل اللي احنا سيبناه هننزل بيه واحدة واحدة كده ونضربه مع الخليط اللي في الخلاط والنشا عندنا اللي هي على النار اللي اتعمل بتلات تربع كبية اللبن ومعلقة ونص نشا اول ما تتقل خالص كده هنقلبها ويعني هندفع لها النار وتبرد بس شوية كده وهنضفها بقى للخليط اللي عندنا في الخلاط وتبقى احلى نوتلا وخليكم معايا للاخر هقول لكم على فكرة انا حبيت اعملها خالص عشان اضاعف الكمية بتاعت المتلا زي ما انتم شايفين كده خلاص تلت كبية اللبن مع الخليط الاولان اللي في الخلاط وبقى بالشكل ده هنا بقى السمكو بقى التقيل والرواءان كله بقى بتاعت نوتلا هيظهر دلوقتي من الحتة بتاعت المهلبية اللي هنحطها وده بيفكركم بالتمية ان شاء الله هعمل لكم التمية قريب بطريقة جميلة خالص وطبعا انا بحب كل الطرق اللي بيبقى فيها الاكل خفيف وحلو طبعا كده بقى احلى نوتلا رحت البندق مقلكوش بقى والشوكولاتة كانت تحفة ولادي كانوا معايزين يعني يقولولي احلى نوتلا يا مام واحلى حاجة ان هي فيها قيمة غزئية كبيرة كوبية اللبن فرقت معها خالص وبقولوكم خليكم معاي الاخر بعد ما سبت النوتلا في التلاجة سبع ساعات هتشوفوا شكلها كان عامل ازاي وهتشوفوا كمان انا زودت كمية تاني ازاي كانت لفكرة فقلت لازم عرفها لكم ونستغلها وبكده بنضاعف المقادير والمكونات اللي احنا بنشتريها ممكن لو هنشتري انا كنت بشتري النوتلا الاول يعني بشتريها بس انا خلاص بعد ما عملت قناة الاكل قلت خلاص مش هشتري اي حاجة من برا كل حاجة هعملها فاحنا كنا بنشتري برطمان النوتلا اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي مسلا بستين جنيه بخمسة وستين انا جبت مكونات وحاجات هنا اقل من ستين جنيه ويعني البندق عارفين انتوا البندق غالي اما الشوكولاتة طبعا لو جبتوا شوكولاتة اللي هي بتاعة الطبخ بعشرين جنيه او حاجة انتوا بتاخدوا منها ربعها مش بتاخدوها كلها كمان كوباية اللبن يعني كيلو اللبن مسلا زي ما كل واحد سعر اللبن عنده بيعمل اول كمية هزهرت بالشكل ده مع كوباية لبن واحدة بس عملنا منها النشا وضفنا منها جزء الكمية كانت بالشكل اللي انتوا قدامكم انا بقى حبيت بعد ما هنا بعد ما تغرقتها من التلاجة بعد سبع ساعات لقيت السمك بتاعها التقل خالص فقلت لازم اعمل فكرة تانية برضو وزود الكيمة الغذائية وزود الكمية واستفيد بين البندق والشوكولاتة اخدت كوباية لبن تانية كمان وعملت منها تلات ترباحها نشا والربع الاخير كده واخدت المكونات تانية النوتيلة اللي عندي وكلهم مع بعد وضربتهم في الخلاط وبقت بالكمية اللي انتوا شايفينها كده عملت برطوانين نوتيلة وطبعا شافش الخلاط زي ما انتوا شايفين لسه فيه كمان نوتيلة ممكن نضيف عليها لبن ونعمل كوبايتين كده لبن بشوكولاتة هجميل الاولاد يشربوه يعني طلعنا بقيمة غذائية كبيرة وعملنا نوتيلة في البيت والفكرة كلها والسر فيها في كوباية اللبن اللي بنعمل فيها نشا ومهلبية وبس لو حابين السمك يبقى اتقل زي ما كان طالع من التلاجة يعني خلوا التلت بس كوباية لبن وباقتها كله اعملوه نشا والسمكة ده حلو لان انا بقعانها في التلاجة انا اي حاجة عندي في الصيف بسبب في التلاجة ففي التلاجة هتتقل واحلى نوتيلة ومتنسوش الاشتراك واللايك السلام عليكم اشتركوا في القناة